استكملنا السماعات احنا كملنا تقاس في العديد من الملفات وطيب بش تبدأ تتسكر ونتائج مخرجات عمالنا بش تبدأ موجودة جسر المحكمة العسكرية والقطب المالي هما اللي معتوكم عنا مثلا الداخلية رافضة بش تمدلنا الأرشيف البوليس السياسي اللي مهم جدا راو بش نفهموه خاصة منظومة الاستبداد متاع بنا علي راي ما حكمتش بالأمنيين فقط الأمنيين كانوا فما جهاز متاع احنا نسميوه القوادة يعني اللي يعملوا الويشاية هما اللي يقع استخدامهم بش يرضخوا المجتمع ويروعوه وبش يخوفوه إلى آخره هالناس ذوما مهم أنه المجتمع التونسي يعرف كيفاش كانوا يقودوا بغيرهم كيفاش ساعات يجيبوا تقارير كاذبة بش يورطوا ناس نساكن تتعذبوا تكسر حياتها ويخرجوا من خدمهم وحياتهم تمشي على خاطر هالويشاية اللي قاموا بها الناس إذا يبش نلقاهوه في أرشيف البوليف السياسي ما نش بش نلقاهوه في بلاس أخرى خاطر اللي موجود في القضاء هما فقط اللي هو عالني وفيه قضاء لونك أذوكم ساهلين يهمني نعرف فما زمن معا موزير طلبتوا وعملتوا مطلبوا لكل وزير يجي تطلبوا الأرشيف ملي ملي الهيئة استكملت ذيك الأعمال التحذيرية وبدت تختم أول حاجة عملتها مع جميع الوزارات ومعاري أسلح كومة بمعنى معسي ناجم الغرسلي معلوت في بن جدو حتى قبله مو مش نعرفوش كل الولاني اللي يرفض يعطيكم أرشيف البوليس السياسي هم هاو شي يعملوا وهذا رفض بقصد وإلا بتاع تعليل واضح لا فماش تعليل ومنجمش يقول لا خطر القانون صريح يلزم ويمد هو معموله ما ينجم يقول لك لا ماش يعمل معدى المحكمة العسكرية قالت بالوضوح لا الاخرين ما يقول لها لك ما قتلك لا بالوضوح ما عدى هادوما الكل هم ما يسرحوش عليش خطر مخالفة القانون مالا شنو يقولولك سمحني شنو يقولولك شنو يجاوبوك نبعث مراسلة أما ما يردش عليها ولا مثلا نيجي تقول له مثلا أعطيني قيمت الفوج اللي كان موجود في المكان فلاني في النهار فلاني أسميهم قطر هذوكم هما اللي يضربوا وهذوكم اللي فما أحدثوا ضرر ولا انتهاكات ولا غيروا وقتلوا ناس يقول لك عتيني آسميهم بش نعطيك آسميهم معناها شي ضحك تو أنا طالبتلك لسامي معه وعطيتك المكان وعطيتك الزمان وطلبت منك الفوجة ذاكة اللي خدمتوا منهارتها اللي موجود في السيجر من الوقت كذلك كذلك ايه يرفض ما يقول لها شي لا ما يقول لكش اما يقول لك بربي عتيني آسميهم بش نقول لك شكونهم انت أنا طالبتك لسامي يتقول لي أعطيني لسامي عندي لساني عندك انتي لساني انتي بشئز مكتمدهم مايمدهمش مثلا تعطيلة مقصودة مدام هذي تحسها اكيد اكيد على خطر شوفة هي شنية لحكاية الكل انه المسائلة ما يحبوا هاش المنظومة القديمة موجودة في جميع الانحاء الادارة راو مش معناها راو الوزارة كوزارة بتاع داخلية ترفض التعامل معنا بالعكس تم معاملات اخذيناها تم ارشيفات اخذيناهم اما ما يهموش ارشيف البيولي سياسي هي محاجة اخر